هذا الفيديو قتبه عليه وعاني من تمرين تختير وصعب واغلبي الليبنج يجيون وصعب في الأول ومن المنطقة الجديدة تجيرون من الأسبوع الأول فاتيت أخيرا ونطلعون كيف تتفاهية انه يسهل عليك التمرين و أضعون من 4 مجموعة في الأسبوع وفي الأسبوع اضعون 4 مرات في الأسبوع الثاني كذلك لاحظوا معي اضعون من 3 مجموعة يسهل لتحت و أخرج لكن اضعون من تمرين على مجموعة 4 مرات في الأسبوع وابطوا كاملين وطلعوا في الأسبوع الثالث وابطوا كاملين وطلعوا ولكن اتذروا ربعات المجموعة في الأسبوع كذلك التمرين بارفيكس العقيلة يجب أن يخدموا التمرين والدراري بالنسبة قليلة لأن الطبيعة من صغر لا يتطلعوا في الصور في المدارس مما من يكبروا يجب أن يتطلعوا يوم سهل لا يتطلعوا هذا الطبيعة الرجل المشيين المرأة إلا واحد نسبة قليلة للدراري اللي مدوجه الصغرون في اللعبة في الزنقاء والدراري تقوموا فيها صعوبة لهذا نريكم في هذا الفيديو طريقة كيف تقدروا تطلعوا تخدموا بارفيكس خصوصا لبنات لاحظوا معي إلا كانت لديك فلاصة في شهر واحد تتطلعوا بارفيكس مما تتطلعوا بوحدك إلا كانت لديك فلاصة لا تحتاج إلى شيء أخر ولكن إلا ما لديك فلاصة كيف تتطلعوا تعلمي أتطلعوا طريقة أخرى كيف تتطلعوا تعلمي أتوقف في شيء فلاصة بارفيكس تتطلعوا أقفاء تتطلعوا تمرين تتطلعوا تحمل وكيف تقوموا بكساعدة ثلاثة ثانية وقفة بحركة وهذا الزرج لك التمرين الثاني هذا هذا الوليدة تتطلعوا تتطلعوا بحركة تتطلعوا بحركة كيف تتشاهده مثل şu衣م تتطلعوا في خلال جسم وتتطلعواatif تحتاج إلى فوق معنا owns يجب أن يسهل التمرين. التمرين الثالث وتبع عذير قدابا قليلا ويصعبها قليلا ويجب أن تخدميها كذلك. يجب أن تسهدف جميع عادلات المؤخرة. وهذا يجب أن تسهدف جميع عادلات المؤخرة. وهذا يجب أن تكون قليلا في المغرب. إذا لم يكن كثير من 95% الإصار لا يجب أن تكون. ومهمة كثيرا. لهذا قررت أن أدرك لكم واحد الحل. ونرر لكم إذا كنت تخدموها في شيء آخر ��ال الأن كامل جهاز للاقسك. طريقة خطأة. لقد ستجد مؤخرة ويجب أن تكون لاصقين. فلا ينزل الخدمة الصحية تضرب بشكل كامل وسترجع كامل. تقدم إنه حافظة 1-3 وقت. للخل كل واقف. وقوم إنه حافظة 1-3 وقت أخر. و الذي أخذها نخرج تجد ان تأخذ أجزان تقيلة يجب أن تذكر عزل العضلة. يعني تؤديك تتسهدف المؤخرة فقط. و ليس تستهدف أي شيء غير آخرين. في المؤخرة 100% في التمرين تمارين كسكواد و تمارين أخرى و لكن هذا يجعل عزل المؤخرة زائد هذا على نفس الجهاز تشترك الجهاز المؤخرة تشتركها في هذه الطريقة تمارين عزل و يقومونون في المؤخرة المؤخرة من ثلاثة الأزاء كرانش ماشين هذا الجهاز هو الجهاز المفضل عند البنان يحضر بها الكرش ولكن فإذا ضرعته فوقات شراب مستحيله يجب ان تكون من الحاسره في الدارك او طبعا مستحيله ايضا لا يجب ان يشد فينفذ خيارك ثالثا لا بدأ الخدمة للجهاز لا يجب ان تقلت دارك من حال دوري سترى الخدمات التي تعمل heb belav لاحظوا معايا فقام بالفيديو اي واقع ما يبدو سوف نشرح لكم بللي لأن تطلع فقط على الأسكة البطن الفوق صعب البطن الى تحت ولكن كم يجب ان تدعم في ذلك الجهاز كرانو ماشين يعملون فيه بطريقة الرجلهم تتقى في الارض مما يستدف هو الفوق علشان طلع الرجل انا تنضرب عصف ورين بحجارة بس نستدف الفوق والتحت بلا منع الدبراسي ومشي نخدم تمرين واحد اخر البطن السوفلي لهذا بزافة البنات ودراري ما عندهم ذلك الجهاز كرانش ماشين اول بادل هو هذا رب حالة نخدمه هنا كرانش ماشين رب حاله يعني اللي عندهم كرانو ماشين دراري ولبنات ماشين دراري يخدموه ويبقى يقردو دارهم كيف تدري ديك اللي بنت اللي خدم كيف تنخدم انا السادف البطن كيف تندير انا بس متككولهاش فاللوم باردياله